نهاية الشان ونهاية الحلم ليس نهاية الطريق بدون شك بالنسبة للبطولة المحلية واللعب المحلي أكيد هذه المباراة لن تمحي أبداً ولا هذه الخسارة لن تمحي أبداً اعتزازنا وافتخارنا بمنتخبنا الذي خسر بشرف الذي قدم صورة جميلة عن المنتخبات المحلية وعن البطولة الوطنية المنتخب الوطني خسر بحظ في آخر أطوار المباراة بركلة الترجيح يجب أن لا نقصه على هذا المنتخب وأن لا نذبح المنتخب للأسف خسرنا المباراة ولكننا ربحنا تنظيماً وعودة الجزائر إلى مكانتها الأصلية ورفعنا سقف التحدي عالياً من أجل تنظيم نفسات أخرى قرية واستطعنا أن نقدم للكاف ملفاً أو ملفاً ثقيلاً من أجل احتضاني كانت ٢٠٢٥ ٢٠٠